السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث فيه عن موضوع مهم جدا وهو موضوع إعادة التوجيه المدرسي فرصة لتصحيح المصار الدراسي والمهني هناك الكثير من التلاميذ يعني بعد تعبئتهم للتوجيه لاحظوا أن تلك الشعب التي اختاروها غير موافقة بالنسبة لهم وهناك كذلك من لم يملأ بطاقة الرغبات في مصار أو من كانت لديه أي مشاكل حول التوجيه فهناك فرصة أخرى يعني لإعادة التوجيه فكما تروا هنا فمثلا بالنسبة للمدرية الإقليمية ببرشيد وبالنسبة لباقي المدريات فنفس الشيء مصلحة تقطير المؤسسة التعليمية والتوجيه تعلن أن عملية إعادة التوجيه ستنطرق على البوابة الرقمية للتوجيه وذلك خلال الفترة المتدة من 1 يوليوز 2021 إلى 20 يوليوز يتم التعبير عن الرغبة في عادة التوجيه رقميا على مصار عبر الرابط يعني تدخل لمصار وتعيز توجيه إذا أردت تغيير شيء فيما اخترته في السابق إذن نفشي بالنسبة للمدريات الأخرى فكما نروا هنا مثلا بالنسبة للمدرية الإقليمية بمعاملة الحي الحسني ونفشي بالنسبة للمدريات الأخرى مثلا هنا بالنسبة لسي دي فني وغيرها من المدريات إذن من لديه أي مشكلة في التوجيه سواء من لم يملأ التوجيه أو من يريد تغيير التوجيه الذي اختاره خصوصا أن هناك الكسير من التلميذ يسألوني حول هذا الموضوع ويقولون لي كيف يمكن يعني إعادة التوجيه ماذا سوف يبدأ إعادة التوجيه إذن إعادة التوجيه سوف تكون من 1 إلى 20 يوليوز 2021 إذن لا تنسوا أن تشاركوا هذا الموضوع مع جميع أصدقائكم لأن موضوع التوجيه فهو موضوع مهم جدا لكي يعيد جميع التلميذ الذين يعني لم يخسروا التوجيه جيدا التوجيه فقط تدخل إلى مصار إذا لم تعرف طريقة التوجيه فقد وضعت لكم عدة فيديوهات تحت حدث حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إليها إذن مرحبا بكم في قناتكم على اليوتيوب برو فارنات لا تنسى الضغط على زر جيمو ومشاركة هذا الموضوع مع أصدقائك بالضغط على بارتاجي تحت الفيديو ولا تنسى كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجديدنا دائما وإلى فيديو آخر إن شاء الله